اهلا بكم يا حبيبي يارب تكونوا بألف خير ايه رأيكم بقى النهاردة نعمل اكلة كده بفراغ بلدي صغيرة شمرت زي ما احنا شايفين ورحة الفريك اللي فيها تجيب لاخر الشارع وكمان نعمل طبقين ايه ها من شطر وعرف ايه الطبقين ده طب هنحط عليهم تقلية والتقلية عاملينها بالسمنة كده البلدي وزي ما احنا شايفين مخشولة وبصوا زي العسل هنعمل كمان جنب الفراغ الشمرت المفريك هنعمل طبقين كشك ويلا نشوف الطريقة انا هنا جايبة فراغ بلدي صغيرة في السن شمرت اهيد وغسلهم كويس ونقعهم بلمون ومية ونقطتين خل وملح وسايباهم وبعد كده هشتفهم ونقحهم تاني في شوية مية وملح ولمون تاني وبعد كده هشتفهم وصفيهم هنا هحط حلة على النار وهحط فيها معلقة سمنة حلوة كده وبعد ما تسيح السمنة هكون مقطع بصلتين حلوين كبار ننقل بس على العين كبيرة شوية علشان نشحل هقلب كده البصلة وهنا معايا تلت فصوص مستيكة ههمت همت نشعارفة بينين لكم ولا لأ نزلت بالتلت فصوص مستيكة على البصلة بعد ما يدوبك تقلبتها تقليبة كده وبعد ما البصلة ابتدت تصفر معانا هنزل بالكبدة والقنصة بتاعت الفرخة انا بحطهم سلام كده زي ما هم هقلب كده تقليبة حلوة الاكلة دي حبايب جميلة وبيبقى طعمها حل دلوقتي بقى هنزل بشوية فلفل قصمر وعليهم كمان شوية ملح وبشرة جس الطيب انا هنا حبايب بعد الكبدة ما تشوحت كنت نقع الفريق لمدة عشر دقايق من ايات طبعا وغسلاك كويس من اقعال مدة عشر دقايق صفته من المية وانزلت بيها على البصل والكبدة والقنصة وبشوحه بص حبيبي هتاني قل فيه لغاية ما يتشوح وبعد كده هنزل بحوالي من كباية ونص يعني كباية كباية ونص كده مية مش هغرقه طبعا لان انا هعمله نص سوا ونزلت هنا بالملح هزبط الملح ونزلت كمان بشوية فلفل طبعا كل واحد يزبط الملح حسب آآ مزاجه يعني اللي بيحبه حادق اللي بيحبه متوسط انا هنا خلصت الملح والفلفل والفرغ يلي ووطيت عليه معي هنا بصلة مبشورة ونزلت عليها بملح وفلفل وجسط الطيب وبقلمها كويس عندي بقى هنا الفراغ بعد ما غسلتها وانا فتحة حبيبي الفراغ كده فصل الجلد بصوا عن اللحم كده مورقاها عشان هنحشيها هاخد بقى البصلايا اللي انا بشرها دي ومتبلاها وهدعك كده بيها الفرحة من جهة ومن برا دي طبعا بتديها طعم حلو انا هنا خلصت خلاص الفراغ تبلتهم كلهم بالبصل والملح والفلفل وجسط الطيب وهركينهم على جنب لغاية الفريق كده ايه ما يخلص معنا هو كل ده طبعا الفريق على النار هنا هو تتشرب المياه بتاعته بقى نص سوا هسيبه بقى لغاية ما يبرد خالص الفريق حبيبي هنا عندي برد وحطيته في السنية وبصوا خجت الكبدة والقنصة كده حطيتها على جنب وهنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي جبت هنا الطبقة عشان عارف احشي فيه الفرخة وزي ما احنا شايفين كده هننزل بالفريق وهبتدي احشي الفرخة كده من عند الصدر امسك الجلد كده وحشي وازوق كده بالروحة بعد ما احشيها بنحشيش طبعا يا جماعة الفراخ كتير علشان ما اطقش مننا هرجع كده بايدي الفريق لغاية ما احط الكمية المناسبة نسيبها كده متهوية ما نبقاش ايه حشينها جامد وترسينها كده فريق ودلوقتي بقى حبيبي انا هسد كده بالكبدة والانصة انا دايما بحط الانصة كده او الكبدة واقفل بيها بدل ما خيط انا هنا كده همسك رجل الفرخة كده ودخلها كده في الفرخة من طاعة واحط الرجل التانية وكده احنا كتفنا الفرخة وارجع الجناحات لورا وجبت كده الرقبة تحت الجناح وقادي حباب قلبي الفرخة جاهزة معانا هكمل الباقي بقى بنفس الشكل دوت نلم بس اللي واقع ده كده على جنب بصوا الجمال والحلوة ايه رأيكم في الجمال والحلوة انا كده خلصت حشو الفراخ هوت وما خيطتهاش ولا حطت لها خلة سنان ولا اي حاجة بصوا زي الفل هي هاجي بقى كده بخلة سنان في ظهر الفرخة وهغزغزها كده علشان ما تفرقاش مني وهي بتستوي فحلع النار طبعا وحط فيها مية وهنزل بتمط ماية وبصلاية وورق لوري وتلات اربعة فسوس حبهان وهبتزي بقى امسك الفرخة كده من الرجل ونزلها المية انا هنا الحلة ما شاليتش غلية اتنين هسويهم وبعد كده اسوي التانية هنا هنزل كمان يا حبيبي بجزرية متقطعة مع عدين كرفس انا جايباه شايلة في الفريزر هنزل بيهو مع الشربة كده بيدوا طعم حل بيخلوا الشربة طعمه حل وهنزل بشوية فلفل وهسيبها بقى تغلي ووطي عليها وقادي الفراخ بعد ما طلعت حبيبي بص الحلوة والجمال معلقة سامنة هنا بلدي او اي سامنة عندك وهندهن الوش بتاعها كده قاديهنها كده كلها وبعد ما دهنها دخلتها الشوية وقادي حبيبي الفراخ بعد ما طلعت شكلها يفتح النفس وكمان زي ما قلنا عملنا جنبيها طبقين كشك هنبقى نعمل الكشك مع بعضنا ونشوف الحلوة والجمال بتاعته وقادي الفراخ يا رب وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها بالطريقة السهلة البسيطة دي تقولوا لي ايه رأيكم فيها واشوفكم على الف خير ترجمة نانسي قنقر